السلام عليكم ورحمة الله اليوم مثلا تواجدوا في نواحي ديال لمنطقة بالضبط ديالتي ديالي فتواكا عندي واحد المعلومات بغيت نشير لها بخصوص أنواع ديال التربة والعلاقة ديالها مع السقي أنواع ديال التربة بصفة عامة كينا تربة رملية وكينا تربة طينية وكينا واحدة تجانس ممكن مثلا تكون تربة جانسة يعني فيها واحد النسبة مئوية ديال الطين ودية الرمل وكذلك ديال الطمي دية أو لالليمون وأحسن تربة ممكن تلقاوها تخدموا عليها هي التربة التي تكون لها تكون مجانسة يعني فيها واحدة نسمة مئوية ديال الطين وديال الرمل ودية ديال الطي خاصة طين طين حيث إذا كانت تربة طينية بنسبة كثيرة سيكون اختنق دي الجذور وهنا بالخصوص اليوم ان شاء الله من بعد هالتساقطات المطارية لشهداتها هالمنطقة واللي الوصلات الواحد سبعين مليمتر سنقصدو بديك سبعين مليمتر سنقصدو بسبعين مليمتر هي سبعين يطر دي الماء في كل متر مربع سبعين يطر دي الماء في كل متر مربع هي سبعين مليمتر إلا سمعتو سبعين مليمتر هي سبعين يطر دي الماء في كل متر مربع أولى في كل أولى تضربها في عشرة يعني 700 إطر ديال الماء يعني 700 طون ديال الماء في الهيكتار هذه هي 70 مليمتر ده بغا نجيل التربة ديالنا هنا تربة في هذه المنطقة هذه ما شاء الله هنا تتبالي تربة فيها واحد نسبة ديال الطين وفيها كذلك الرمل ممكن تكون هنا واحد تربة للقيمة ديالها ممكن تكون واحد ثلاثين في مية ديال الطين هنا في التربة هذه تربة ممتازة وهنا بغيت نشير لواحد النقطة هي بعض الناس تسألوا كيفاش غاد ينسقيو كيفاش غنسقيو أشجار مثلا هاد الأشجار هادو ديال الزيتون كيفاش غاد ينسقيوهم هنا واحد القاعدة بغيت نشير لها هي أن السقي تتعلق بجوج ديال العواميل أساسية واللي هي النوعية ديال التربة وكذلك الجو ما غاديش يكذب عليك الواحد يقول لك نعطيك برنامج ديال السقي هذه طريقة غير علمية بتاتا ما كينا شي حاجة تسمى برنامج ديال السقي كينا تم ناخده بعين اعتبار جوج ديال الفاكتر هو النوعية ديال التربة وطقس ديالنا طقس ديالنا تتحكم بواحد العامل أساسي هو على دوموند كليماتيك أشان قصدوا بادة دوموند كليماتيك هي إلا بغيت نفسر عليكم هي واحد ضريبة تتفرضها الجو أو التي يفرضها المناخ على الأرض وعلى النباتات أي نهار في السنة في الصباح في الربع أو للشتاء أو للخريف إلا و أديك لادوموند كليماتيك أو لا لوتو زيرو تتفرض على تتفرض على التبخور تتفرض على النباتات وعلى الأرض واحد القيمة يجب أن يعطيها لها أو لوحد ضريبة مثلاً في الشتاء ممكن تكون واحد تقريباً جوج ميليمتر جوجونس ميليمتر واحد ميليمتر في الصيف ممكن توصلتها الخمسة ميليمتر يعني تقول لها يعطيني ديك خمسة ميليمتر ديالي تقول الأرض وتقول للنباتات وإحنا بالسقل تنوفر النبتة هذيك القيمة ديال الرطوبة باش تعطي الجو تعطي هذك شلتي يطلب حيتاش هاد الأورق هادو هيتبانو لكم هنا عندهم واحد المسامات هنا في الجهاز السفلة ديالها هذيك المسامات تتستجب لدوموند كليماتيك أخذكم تعرفوا بأن تسعين في المية ديال الماء اللي تيمصوا النبات راه خاصة تيمشي أو لكتر من تسعين فيما تيمشي تيمشي الهواء باش يستجب لهاديك الضريبة ديال الجو إلا بغين نسميها الضريبة ديال الجو وإلا إلا ما استجب ليهاش يعني إلا ما كانتش الرطوبة في التربة وما استجباتش النبتة للجو هو عنده واحد العقوبة وحدة هو النوتي يحرق النبتة يعني النبتة تدبال يعني ما استجباتش لهديك لدوموند كليماتيك وهذا لدوموند كليماتيك باش غادي اللعبوا عليها قناه هو الفاكتور الأول هو العامل المحدد في السقي ماش يقول لك الواحد راه نعطيك برنامج ديال السقي هو اللي غاديل هنا في النواحي ديال دمنات وهو النواحي ديال الجانوب والنواحي ديال السمال هذي طريقة غير علمية تنشوفوا أول حاجة المناخ ديال زودية هو اللي تلابوا عليه وتاني فاكتور لتنشوفوا أولا تاني عامل هو التربة حسنًا